ستة أشهر مضت على قرار تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار وما زالت خيوطه متشابكة ولا أثر للحلول على الأرض حيث نص الاتفاق بين بغداد وأربيل على إخراج الجماعات المسلحة وعودة نازحيه وإدارة الملف الأمن والخدم مشتركا بين الطرفين إخراج جميع القوات التي جاءت من خار السنجار وحاليا تحت البيوت وممتلكات أهالي سنجار الأصلين الذين يعيشون في مخيمات النازحين ولكن مع لسف الشديد هذه القوات ما زالت لم تخرج ولهذا ممكن أن تعطي مبرات لدول إقليمية في التدخل في سنجار وإضرار بسنجار يعد قضاء سنجار من أكثر المناطق المتنازع عليها حيث يشد توترا عسكريا مستمرا متمثلا بوجود حزب العمال الكردستان البيكاكي الذي قطع الطريق مؤخرا أمام الجيش العراقي لدخول القضاء وعلى وقع هذا التوتر يتعاضم الخوف من انفجار الوضع الأمني فيما يرى مراقبون استحالة تنفيذ الاتفاق بالقوة لا سيما مع سطوة الجماعات المتنفذة هناك وجود الكثير من المشاكل في المنطقة والكثير من القوات المختلفة في المنطقة قوات غير نظامية وهي منطقة خارج سيطرة الدولة وتواجد فيها الكثير من الميليشيات والجماعات المسلحة التي لا تعترف لا بالقانون ولا بالدولة يعيش قضاء سنجار الذي تتقاسمه العديد من الأذرع المسلحة حالة من التشتت الديمغرافي والسياسي والأمني جعله محل أطماع من قبل دول مجاورة لبسط نفوذها عليه كيف لا وموقعه الاستراتيجي الواقع في المثلث الذي يجمع العراق بتركيا شمالا وسوريا غربا مغنما لا يمكن توفيته من الناحية العسكرية والاقتصادية من أربي البشيرة الحسن قناة الفلوجة